مرحبا يا رجل صرت أصفكة وتكون هذه دخلتي الصفكة أهل الأسبوع اللي راح نروح في الرياض اليوم الفيديو عبارة عن تجهيز الشامبان لأن الشخص يريد أن يسافر يجهد الشامبان صحة أم لا طائعا بس آخر رشفة من قهوة لنذهب مرة مشكلة لا أدري وانا أحطها السرير أو لا أنا ملخوق أنزل الظهري كل شوي فراح نشيلها ونحطها بالسرير طيب هل حيش نسوي اوماي جاد أحس لي تعبانا مالي خلق بس غصبا علي لما في أحد بيجرد تبلد أنا وايكاوب وايكاوب يالله فايا يعني حق توقعت هذا أربع أيام أو ثلاث أيام والله ما أدري حتى كم يوم دقيقة بس الماما طيب ماما قالت لي أنهم أربع أيام بس أنه في ليلة الأربعة فيتحسب لني فهمت شيء ما أفهم سؤاله في ليلة السبت يعني هو يوم ولا مو يوم بسرعة فاضي أنا قد أفكر هذا الليلة وهذا مدقيش فيا تقريبا أربع أيام هذا اللي فهمت يعني واضح أنه آخر يوم بس بطلب عبايا مثل شيء شاكل هذا البزير آخر شيء بس طبعا كلة عادة كيف أبدأ أشتغل بس لفت وجهي بيشوف إصار إش في إدانا يا ربي أشوف بحس خلاص أور شوي طيب بس عزلتهم عن بعض عشان عارف أرتبهم يعني تشيرتات هنا البناطية مثل هذه فنحن راح أبدأ أطويهم خلصت التوبس دعوة بقي ذلك خلصت الولى بعد الآن بس بحضل بعدين بجيب كل شودات ومشيات مثل البارات كذلك مرحبا مرحبا المرحب مرحبا 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 النظارات سأضع الشنطة ليس لشنطة اليد لدي هذه الشنطة وشنطة يد طيب يحطم شنطة الظهر لان يمكن احتاجهم يعني على طول أو شيء ما يحتاج افتح الشنطة الكبيرة وطلعهم على طراخذهم اوكي احسن ان خلصنا خلاص فاينولي يعني بس باقي زي ما قلت لكم الشنطة من الصغيرة هادي بكرة يعني امو اليوم خلاص قبل اطلع اخلصها كي شيء ويا الفيديو الجنة ان شاء الله راح يكون يعني عن الرحلة كلها ترجمة نانسي قنع